بانضم إلينا من القاهرة دكتور أحمد السيد أحمد خبيري العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك دكتور أحمد بعد مداولات عديدة في مجلس الأمن جاءت هذه الضربة العسكرية على المواقع العسكرية أو على المواقع السورية فما هو برأيك سر التوافق العالمي حولها بشكل سريع؟ لم نشهده خلال مداولات لأعوام منذ استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية في سوريا لأول مرة ضد شعبه يعني بالطبع هذا العمل الذي قام به النظام واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين لم يكن ليمر مرة الكرام أمام المجتمع الدولي حقيقة هو فيه سور الأطفال والمدنيين نعم وأعتقد أن عجز مجلس الأمن في المرات السابقة عن التدخل بفعالية هو ما دفع هذه الدول حقيقة إلى التدخل الحاسم لإصار رسالة راضعة إلى النظام لأننا رأينا في الشهر الماضي عندما استخدام النظام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية وتم إفشال ثلاثة مشاريع وتحول مجلس الأمن إلى ساحة للمناوشات والاتهامات كان لابد من تحرك فعال لإضاح رسالة إلى روسيا لنظام الأسد أن المجتمع الدولي لن يمكن أن يسمح بتكرار هذه الجرائم لأن تراخي وحالة الانقسام الدولي وحالة عجز مجلس الأمن هو ما يشجع النظام حقيقة وروسيا على تقرار استخدام هذه الأسلحة لأنها كانت تمر بدون عقاب واليوم عندما يعاقب النظام وعندما يتخذ موقف حاسمة هي رسالة واضحة لمنع تقرار الأمر الثاني هو أيضا تدمير شبري كامل لكل القدرات الخاصة بالأسلحة الكيموية سواء معامل إنتاج تلك الأسلحة أو القواعد والطائرات التي كانت تطلقها وبالتالي هي رسحة تؤكد توفق المجتمع الدولي لأن هذا ضربة للضمير الإنساني أن يقوم النظام باستخدام سلاح كماوي ويقف المجتمع الدولي وينخرج في مجرد مناوشات في مجلس الأمن الدولي دكتور أحمد هل تتفق مع من يقول بأن الهدف غير المعلن لهذه الضربة العسكرية في سوريا هو إخراج إيران من سوريا قد سبق مرارا لسفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هالي أن أكدت على ضرورة إخراج إيران والجماعات المرتبطة بها من سوريا يعني بالطبع إذا قلنا أن أكبر ثلاثة أخطار في سوريا إضافة للنظام السوري وممارساته وتنظيم داعش اللي استعرض لهزيمة هناك الخطر الإيراني حقيقة والميليشيات الإيرانية والانتشار الإيراني في القواعد واعتقد أن خريطة المواقع التي تم استهدفها هي تؤكد أن هذه القواعد هي معظمة تنتشر بها الكوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية حول دمشق وفي حمص وفي وسط دمشق واعتقد أنها رسالة واضحة لأن أمريكا وأن التحالف الدولي إذا أراد المجتمع الدولي أن يكون لك الاستقرار في سوريا لابد من التخلص باستلاح الكيماوي من الوجود الإيراني والميليشيات الإيرانية لأن هذه الأستلاحة الكيماوية حقيقة تمت تحت إشراف وتحت أعين القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية وحتى ربما بعيدا عن روسيا ولذلك وقفت روسيا ربما لم تأخذ أي ردود أفعال واقتفت فقط بالدفاع باعتبار حمص وحميمين خط أحمر لكن أعتقد أن الرسالة السياسية في أزياد الضربات هي التأكيد أن لا يمكن استماح الاستمرار بالوجود الإيراني أن هذا النظام الذي استخدم السلاح الكيماوي لا يمكن أن يكون مستقبل ضمن أي تسوية سياسية بعدما فكر الشرعات التامة الأمر الثالث أن عدم ترك روسيا بالانفراد بها العملية السياسية ومحادثات إستانة وبالتالي العودة مرة أخرى إلى حياء مسار جينيف وقرار مجلس الأمن 2254 وفقا لجينيف بيان واحد لكن دكتور أحمد أعتقد أن هذا هي التحرك الذي سوف تسيره يعني عفوا للمقاطعة حسب إعلان واشنطن ورئيسة الوزراء البريطانية بأن الهدف ليس إسقاط نظام الأسد فقط هو منع استخدامه للأسلحة الكيميائية إذن ربما لا نتوقع تغييرا سياسيا بشكل عاجل في سوريا بالطبع كان الهدف واضح أنه الضربات لا تستهدف النظام وإنما رد واضح على استخدامه للسلاح الكيميائي وتدمير أهدافه لكن هي التدعيات السياسية غير المعلن عنها ما بعد الضربة وهو الملف السوري الآن أصبح فيه أقل بجندة الاهتمام الدولي هناك الآن تحالف أوروبي فرنسي أمريكي على ضرورة أن يكون هناك عملية سياسية واضحة وانتقال سياسي حقيقي كما نص بيان جينيف أن الأمر وأن معالجة الأزمة السورية وضمان عدم تقرار استخدام السلاح الكيميائي ليس فقط بتدمير مخزونه وقدراته وإنما أيضا بأن تكون هناك تسوية سياسية حقيقية يتزامن معها أيضا إخراج الكوات الإيرانية من سوريا وكل حلفاء وكل مليشيات الإرهابية التي تدعمها إيران شكرا لك دكتور أحمد السيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية حدثتنا من القاهرة